السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل ال do while السنتاكس لو أردنا أن نكتب كود يحتوي على do while نبدأ بكتاب كلمة do ثم نضع قوسين بين هذه القوسين الكود الذي نريد تكراره بعد هذا القوس نضع while والشرط إذن الكمبيوتر سيقوم بتنفيذ هذا الكود محتوى body of the do while كل هذا سيقوم بتنفيذه تنفيذه طالما الشرط صحيح لو أردنا أن نشرح ال do while باستعمال رسم بياني إذن أول خطوة يقوم بها الكمبيوتر هو تنفيذ محتوى ال do while the body of the do while ثم يروح للشرط لو كان الشرط صحيح الكمبيوتر سيعود لتنفيذ محتوى ال do while ثم يعود مرة أخرى ل condition أو الشرط لو كان الشرط خاطئ سيخرج الكمبيوتر من محتوى ال do while الفرق الوحيد الفرق الوحيد بين ال while وال do while هو أن في ال do while الكمبيوتر ينفذ محتوى ال do while قبل الشرط بينما في ال while العكس الذي يحصل يعني أن الكمبيوتر يتحقق من الشرط قبل تنفيذ الكود في ال do while متأكدين أن هذا الكود سيقع تنفيذه على الأقل مرة واحدة حتى ولو كان الشرط خاطئ لأن الشرط يأتي بعد الكود هنا مثال لإستعمال ال do while عندي الكود التالي أقوم بتعريف متغير count يسوي واحد ثم أقوم ب do تباعة قيمة ال count تسوية count++ while count أصغره يسوي ثلاثة إذن لو نفذت هذا الكود الكمبيوتر يقوم بتباعة قيمة ال count count التي هي واحد في البداية نضيف واحد للكاونت صار ال count يسوي ثلاثة ثم نفذنا هذا الشرط هل ثلاثة أصغر أو يسوي ثلاثة؟ نعم لذلك الكمبيوتر يوعيد تكرار هذا الكود تباعة ال count التي هي ثلاثة قيمة ثم إضافة واحد للكاونت صار ال count يسوي ثلاثة هل ثلاثة أصغر أو يسوي ثلاثة؟ نعم الكمبيوتر سيوعيد تكرار هذا الكود تباعة قيمة ال count التي هي ثلاثة صارت ثم إضافة واحد للكاونت صار ال count يسوي أربعة هل أربعة أصغر أو يسوي ثلاثة؟ لا إذن سيتوقف الكمبيوتر وينفذ ما بعد ال do while نفترض الآن أن ال count يسوي أربعة أعوذ عن ال واحد ماذا سيكون ال output لهذا البرنامج؟ الكمبيوتر سيطبع قيمة ال count التي هي أربعة يضيف واحد للكاونت صار ال count يسوي خمسة ثم سينفذ الشرط هل خمسة أصغر أو يسوي ثلاثة؟ لا إذن سيتوقف الكمبيوتر وينفذ ما بعد ال do while الضغط